موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طه الأمين وآله الطيبين مطهرين إلى الدين عن سيدنا الإمام الحسن الصبت رضي الله تعالى عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله وبعد أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته كان من الكلام الذي نسأل الله تعالى فيه القبول وفي كل مناحي هذه الموائد من موائد دين القيمة على أننا تذكرنا نعم الله عز وجل على كمالها حيث تتجلى في نعمة وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعظم ولا أكبر ولا أغلى ولا أجمع ولا أنفع ولا أرفع ولا أعز ولا أحسن ولا أجمل من نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بينا في بيان علوها ثم بينا حقيقة النعمة المحمدية إلى أن نصل إلى مطلب نفيس آخر أليس من العادة أيها الإخوة نأخذه من سياق العادة إلى أن نصر به إلى شاطئ شرع الله عز وجل أليس من العادة أننا كلما رأينا نعمة في فها فائدة لنا ومصلحة لنا فرحنا بها حينما نتحقق بأعظم نعمة يعظم معه الفرح بذلك حينما يجد الإنسان نعمة في مال أو جاه ولو قليلا ولو يسيرا غير كثير غير ما يحقق له الأمال جميعا إنه يفرح بذلك ويسر لذلك فكيف يفرح بنعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن الفرح بنعمة رسول الله والفرح بالحقيقة المحمدية الفرح بهذه المنة الربانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر ملزام مأمرنا به من الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحماته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن نظرنا على العموم والتخصيص فالأمر عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نظرنا إلى فضل الله تعالى حيث يجتمع في العادة والعبادة في السر والعلانية في الظهور والبطون في الأحوال والشؤون كلها تجتمع هذه الفضائل من فضل الله تعالى في نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا وحتى من وجه التخصيص قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته أليس هو القائل عز وجل عز من قائل في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل بفضل الله في نعمة محمدية جامعة وبرحمته المرسلة للعالمين فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون خير لنا من كل فرح وإن كان مشروعا خير لنا من كل سرور وإن كان مطلوبا أن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة تتصل إلى فرحة ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ما يكون من ميدان هؤلاء النجوم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم انظروا إلى أشد الناس صلابة في دين الله هذا الوصف قاله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روى الإمام القاضي عياظ في كتابه النفيس الرافع الشفاء بتعريف حقوق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بسناده أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأتي بعد انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قبره ومقامه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ويبكي ثم يقول سيدنا عمر واسمعوا يرحمكم الله ماذا كان يقول كان يقول رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك من طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن بدأك بالعفو قبل العتاب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أهل النار يودون أن لو اتبعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعلك آخر الأنبياء بعثاً وذكرك في أولهم فقال وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت من برن فحن الجذع لفراقك فنزلت إليه ووضعت يدك عليه فسكن فأمتك أولى بالحنين إليك إذ فارقتهم صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله أعطى موسى عليه السلام تتفجر منه الحجر تتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حينما نبع منها الماء صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان عيسى عليه السلام أعطاه الله إحياء الموت فما ذاك بأعجب من الشات المسمومة حينما كلمتك وهي مشوية فقالت لك الذراع لا تأكلني فإني مسمومة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان سليمان عليه السلام أعطاه الله تعالى الريحة غدوها شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البراق صريت عليه إلى فوق السماء السابعة ثم رجعت الأبطح فصليت بالناس صلى الله عليك وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعى نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وإنك لو دعوت علينا لهلكنا بمثلها ولكن وطئ ظهرك وشج رأسك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا حقا وقلت اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد أعطاك الله من يتابعك على قلة عمرك وقصر سنك ما لم يتبع نوحا عليه السلام مع طول عمره وكثرة سنه فقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفئا لك ما جالستنا ولم تواكل إلا كفئا لك ما واكلتنا ولو لم تنكح إلا كفئا لك ما نكحت إلينا ولكنك جالستنا وواكلتنا ونكحت منا وإلينا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله أيها الأحباب ببركات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سؤال وجيه يقع هنا سيدنا عمر الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله حتى صار من ألقابه وأسمائه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كل هذه الشمائل ورأى كل هذه المعجزات وعاين ببصره وبروحه وبكل عوالمه هذه الخصائص النبوية المحمدية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لما يرددها لما يأتي إلى مقام رسول الله ويتحدث بها بين الحين والآخر ذلكم أيها الإخوة ليعود نفسه ثم ليعلم من جاء بعده أنه لا بد أن نتعاهد أخبار رسول الله وأن نديم الحديث عن رسول الله وأن نجعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبلة لنا في كل أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا يريد سيدنا عمر أن لا يغيب عنه رسول الله أبداً صلى الله عليه وسلم حتى قال سيدي أبو العباس وقد قالها الصالحون من بعده ومن قبله قال لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرفت عين ما عددت نفسي من المسلمين نحن في هذا البيان وفي هذا الكلام في نفحات شهر ربيع الأول حينما نجلس للفرح بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتملى بالسيرة الشريفة العطرة الغراء المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأسكى السلام نريد أيها الإخوة الكرام رحمنا الله جميعاً نريد أن ننتقل من انتماء حسي إلى انتماء سلوكي عملي تطبيقي ينبغي أن نتجاوز مجرد نسبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا من أمته نتجاوزها لنكون حقاً أتباعه وحقاً خداماً لشريعته حقاً متأسين به صدقاً عاملين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم ليكون لنا العون والمدد من الله تعالى بقوله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً نحن حينما نجتمع على موائد سيرته صلى الله عليه وسلم ونجتمع لكي نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وبعيالنا وبأولادنا على مراتبهم وعلى صور أعمارهم بكل الناشئة التي بين أيدينا نريد أن نعمر حياتنا فيكون عنوانها رسول الله عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نريد أن نري العالم كله أنه على مر الزمان والمكان نازلنا نتصل برسول الله ونفرح برسول الله ونصر برسول الله ونحمد الله على أعظم نعمة بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية فاللهم صل وسلم وبارك أنعم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين ربنا يا أرحم الراحمين بحق الصلاة وبركات الصلاة على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أعطي يا رب لكل واحد مننا ما في قلبه وما في نيته بما يرضيك يا رب العالمين اللهم فرج الكرب وحل العقد وأكثر علينا أبواب الخير والرزق الواسع الحلال الطيب المبارك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دنيانا وبارك لنا في معادنا بين يديك يا رب العالمين ربنا احفظ وطننا وجزائرنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين واجعل هذه الأيام عائدة علينا بدوام رضاك وتوام رضاك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة